السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم وقناة اجيال الاندلس خبر النهاردة عن برضو كالعادة الصف الاول السنوي احنا اليومين دول في تجارب جتير جدا للصف الاول السنوي خبر سريع كده بالادل له قدام حضراتكم ان شاء الله تشوفوه اهو واحدة واحدة كده على معقد امتحانات اعمال سنة شهرية لطلاب الصف الاول السنوي او حتى امتحانات استرشادية للعام الدراسي 2018-2019 تنفيذا للقرار الوزاري 344 والصادر فيه تمامية 9-2018 على معقد امتحانات اعمال سنة شهرية لطلاب الصف الاول السنوي او حتى امتحانات استرشادية لعام الدراسي 2018-2019 يعني اهو استاذ والتادس مدير عام جميع الادارات تحية طيبة وبعد الموضوع بشأن ضرورة التزام بعد معاقدة متحانات عمل سنة شهرية طلاب الصف الاول السانوي لهذا العام الفين وتماتشر فين ساعتاشر وفي ضغط ذلك يتم التزام بالقرار الوزياري تلتمية اربعة وربعين بتاريخ تمانية تسعة الفين وتمنتاشر لذا يرجى سرعة التنبيه على جميع المدار السنوية سنوية العام باداراتكم بعد معاقدة متحانات عمل سنة شهرية حتى ولو امتحانات سرشالية وذلك منع للمسئلة القانونية لمن يخالف ذلك اي حد يخالف ذلك يا جماعة هذا العلم والتخاذ اللازم لسيداتكم جزيلا شكر ده قرار معرفش بقى هل ده حقيق ولا بس ده قدامنا بالامضة اهو هنجيبه من كزا مكان بنفس الصيقة كده اهو وده مدير ادارة التوجيه الفني على الدين شعبان دورة المناجي الكتب يوسف بودير عبدالبائي رب ده الله فتح بايومي حاجات اهل مش في العام اه ده قرار وهنشوف الكلام ده لغاية الوقتي المستنى اللي قدامنا يعني مفيش اعمال سنة امتحات اعمال سنة مفيش امتحانات درشادية لعام دراسي 2018-2019 يا رب يكون خير ويكون كويس لأولا سنوي ويكون اللي جاي احسن ان شاء الله بس مش عارف انا الكرارات الكتير كل شوية قرار كل شوية قرار مش عارفين اولا سنة وانظامها ايه والله اما نشوف الجاي ايه ونشوف اللي هيحصل ايه تابعنا على قناة اجال اندلس وموقعنا الرسمي اجال اندلس دوت كوم هيبه في الوصف ان شاء الله اي حاجة تحتاجوها اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك